أني ممكن بنت عندها 23 سنة ونيجي نكشف عليها ونعمل لها مغزون نلاقي المغزون ضعيف طب فيه أعراض معينة البنت اللي عندها 23 أو 25 هي أكيد مش مهتمة بموضوع أن المغزون التبويض عندها أو مغزون البويضات عندها قليل تعرف إزاي دكتور أو تعمل إيه؟ هيا المشكلة أنه في السن ده ما بيبنش لأنه قلة المغزون ما بتعملش أي أعراض يمكن لما المغزون بيضعف جداً بتبتدي الدورة تطلخبط أو ما تجيش لكن ده بيكون قريدي عدينا الوقت اللي ممكن نعمل فيه أي حاجة لكن طبعاً البنات اللي هم من سن العشرين للتمانية وعشرين عمرهم ما بيهتموا بمغزون المبيض بتاعهم أو ما بيبقاش عندهم الثقافة دي أو ما بيفكروش فيها وغالباً بنكتشفوا بالصدفة يكون عندها واجهة نعمل صنار نلاقي كيس على المبيض نلاقي شكل المبيض صغير شوية نبتدي ندور هل المغزون فيه كويس ولا لا لكن طبعاً مش مش كومن أو مش مش شائع أن احنا نعمل اختبارات أو نعمل كشف المغزون المبيض في سنة مبكرة طب هل البنات يا دكتور اللي بيبقى عندهم بعض تكايوسات أو بيبقى عندهم مثلاً عدم انتظام في الدورة الشهرية ممكن يكونوا هم أكتر مصابين بأن هم يكونوا عندهم ضعف في مغزون المبيض لا بالعكس اللي عندهم تكايوسات على المبيض ما بيقاش عندهم ضعف في مغزون بالعكس المغزون بيبقى أكتر من الطبيعي شوية يمكن جودة البيضات اللي بتبقى لكن ما بيحتاجوش قوي أن احنا ندور على مغزون المبيض هل كويس ولا لا